قد تبدو مستغربا للوهلة الأولى لكن إذا ما طرحت ما يدور في ذهنك من أسئلة فقد تخرج بنتيجة قد تكون منطقية فلماذا تظهر لنا إعلانات المنتجات في الهواتفنا المحمولة عند الحديث عنها وكيف يعرف الفيسبوك ما تفكر فيه هل الجوال يسمع كلامنا في أواخر الشهر الماضي كشفت وثائق مسربة تفاصيل استخدام إحدى شركاء الفيسبوك في مجال التسويق لتقنيات متطورة للتنصت على المستخدمين عبر المايكروفونات الخاصة بالهواتف بالإعلانات وفقا لموقع ميديا 14 وكشفت الوثائق أن شركة كوكس ميديا جروب التي تعد واحدة من كبرى شركات الإعلام التلفزيوني والإذاعي استخدمت برنامج الاستماع النشط المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يلتقط بيانات نوايا المستخدمين في الوقت الفعلي عن طريق الاستماع إلى محادثاتهم يؤكد الموقع نقلا عن الموقع الكوكس ميديا جروب نقلا عن الشركة أنها تقوم بدمج هذه البيانات مع سلوكيات المستخدمين على مختلف التطبيقات والمنصات الرقمية لتمكن المعلنين من استهداف المستهلكين بشكل أكثر دقة وفي مدونة نشرت في نوفمبر 2023 تم حدفها لاحقا ذكرت كوكس ميديا جروب أن الاستماع إلى المحادثات من خلال الأجهزة الذكية هو أمر قانوني ويكون أحيانا ضمن شروط الاستخدام الطويلة التي يوافق عليها المستخدمون عند تحميل التطبيقات أو تحديثها وفقا لمختصين فإن بعض الشركات تستخدم نوعا مخادعا من مراقبة البيانات والذي يسمى التتبع بالموجات فوق الصوتية وبمجرد أن يلتقط المايكروفون الهاتف الإشارات فإنه يمنح المعلنين القدرة على تحديد ما كان يتحدث عنه المستخدم ولهذا السبب تطلب بعض التطبيقات الإذن للوصول للمايكروفون في النهاية يصبح تتبع الهاتف لنشاطك قانونيا دون أن تعلم إذا ما وافقت على شروط وأحكام مزود الخدمة المساعد أو التطبيق الذي تقوم بتحميله لذلك كيف من المهم مراجعة الأذونات المعطى لكل تطبيق على الهاتف للإبتعاد عن انتهاك الخصوصية